إن شاء الله يعني فكرة الكتاب بداية أشهر عبر مركز الأدب للكاتب وليد الهودة اللي في رمالة وبتنسيق مع بلدية البيرة انطلقت فعالية إشهار الكتاب ثم انطلق إلى كل المحافظات بفضل الله تعالى يعني كان تم توزيع أكثر من ألف نسخة مجانية للكتاب ومتوفر للتحميل المجاني أيضا يعني هناك إقبال بفضل الله سبحانه وتعالى على هذا الكتاب اللي يمثل معاناة وجزء من معاناة هؤلاء الأسرة والإقبال عليه يمثل الارتباط الشعب بهذه القضية العادلة يحق للأسرة أن يطلقوا على كتاباتهم ومؤلفاتهم وحركاتهم الأدبية في سجن الاحتلال بأنها مواليد جديدة لأن المولود يكون في حالة احتضان وله حبل سري حتى يعيش وتكتمل فترة الحمل ويخرج للنور الحضانة والاحتضان في سجون الاحتلال للكتاب يمر في مراحل قاسية صعبة كما هي غرفة الإناش والعناية المكثفة يلاحظ الأسير فيها أن القلم يجب أن يخرج عصارة حياته كنا نبدأ بالكتابة على كرتونة الخبز الفارغة حتى نوثق رأينا وروايتنا ورؤيتنا لأنها تمثل المظلومية الفلسطينية وعندما تخرج إلى النور تكون في حالة صراع مع المحتلة الذي يسرق القلم ويمنع الكتابة ويسرقها ويصادرها وبالتالي ما يخرج للحياة يخرج في حالة صعبة ويستحق أن يطلق عليه لقب مولود من نواليد الأسر وهي أدب الأسر حسن سلامي نجح في هذا الكتاب بأنه يدون يتجاوز الأنا الفردية يوثق لتاريخ يوثق لمرحلة يوثق لمعاناة شعبه في السجون هو فيه نوع من فوضى المشاعر يتحدث عنها فيها نوع من الأمل نوع من الحرمان نوع من اليقين بالخروج نوع من خيبة الأمل أحيانا لكنها تنتهي في النهاية في انتصار المجاهد انتصار المقاوم في مساره الاعتقالي حسن دخل الاعتقال في 23 عام من العمر لكنه كان قد صنع تاريخ قبلها وما بعد ذلك هو ما بعد التاريخ ما بعد ذلك هو ما بعد الإنجاز وهذا جزء إضافي يضاف لتاريخ حسن أنه أن يكتب حسن ليس كاتب بمعنى أن هذا يضيف عليه عنوانا هو أكبر من أن يكون تعريفه كاتب أو مؤلف أو ما شابه لكنه أضاف إلى هذه القامة الكبيرة إضافة جديدة نوعية الرخفية لجزء من تاريخ شعبه مهم قمنا اليوم بعقد ندوة إشهار كتاب للأسير الحسن سلامة كتاب بعنوان 5000 يوم في عالم البرزخ هذا كتاب جاء في حواه من الأسير الحسن سلامة المعتقل داخل سجون الاحتلال بأكثر من 35 مؤبد أنضى في سجون الاحتلال أكثر من 25 عام يعني صدقا نحن هذا أقل ما نقدمه الكتلة الإسلامية للأسرة داخل سجون الاحتلال أقل ما نقدمه من رافع ودعم للمعنويات للأسرة لإشهار كتبهم لحتى مناصرتهم لمعاونتهم حتى داخل الأسر يعني نحن مدينة الأسرة في كل جميل موسيقى اشتركوا في القناة